تعيش العلاقات التونسية الجزائرية بل السعودية الجزائرية على وقع تداعيات لافتة وهي اللافتة التي اعتبرتها الرياض مسيئة للملك سلمان بن عبد العزيز رفعها مشجعون جزائريون في ملعب لكرة القدم تصف الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس ترامب بأنهما وجهان لعملة واحدة بسبب الموقف من القدس السفير السعودي قال إن بلاده سترد بينما التزم المسؤولون الجزائريون الصمت الوقاعة تعود إلى نهاية الأسبوع في مباراة محلية لكرة القدم في مدينة عين مليلة شرق الجزائر مناصرون أو مشجعون رفعوا لافتة كبيرة نتعرف عليها في هذا الفيديو هذا ما قاموا به أثناء انعقاد المباراة ولعب اللاعبين من الملاحظ أن هذه يعني الهتافات كانت هنا تشجع الفريقين لم يكن هناك هتافات سياسية أو لم تظهر في هذا الفيديو أيضا الكتابة هنا تقول ترامب وسلمان وجهان لعملة واحدة وهذه هي صورة الأقصى المشهد برمته يعني ربما عبر عن التضامن مع فلسطين صحيفة عكاذ وصحيفة سبق سعودية النقلتات الصريحات منسوبة لسفير السعودي في الجزائر سامي عبدالله عثمان الصالح قال فيها جاري تأكد من ذلك سنقوم بما يجب ولن نترك هذه الخطوة من دون رد يقول تم التواصل مع التواصل مع السلطات الرسمية وتحقق منا التيفو التيفو يعني البوستر المسيء للمملكة وبعد التأكد من كل الملابسات سنقوم بما يجب الكثير من وسائل الإعلام العربية عنونت بأن البلدين على أبواب أزمة عنوين أخرى تساءلت عن طبيعة الرد السعودي المتوقع ضد الجزائر ملعب عين مليلة في العاصمة يقع على بعد أربعمائة كيلو متر وظهرت لافتة بشكل مفاجئ قبل انطلاق المباراة بقليل فقط وتم تصويرها من قبل مصورين محليين تغريدة لمستخدم سعودية على تويتر أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل منها الخبر إلى وسائل الإعلام والمستخدم الذي رمز إلى اسمه باسم السموأل وضع أربع صور في تغريداته وقال إن الرابعة هدية للشعب الجزائري هذه هي الصورة الرابعة في تعبير عن غضبه فيما يبدو يذكر الجزائريين بأنهم هم من يحاولون التطبيع مع إسرائيل هذه الصورة لبوتفليقة عندما كان شابا وهذا رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي إيهود باراك صحيفة سبق السعودية للكترونية والتي اعتمدت عدة صحف ووكالات على نقل الخبر منها كمصدر له يبدو أنها عطرت صفحة المقال والذي لم يعد يمكن قراءته أو نصول إليه عبر محرك البحث في موقعها الخلاف بين الجزائر والسعودية لم يكن وليد اللحظة هناك خلافات بينهما هذه الصورة الجماعية كانت لمؤتمر الاجتماع الأول لمجلس وزراء الدفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب هذه صورتهم انظروا إلى كل هذه الوجوه هؤلاء وزراء الدفاع لن تجدوا بينهم وزير دفاع الجزائر خلاف بينهما على الكثير من المسائل منها الحرب على اليمن الموقف من حزب الله وإيران أيضا من المسائل المهمة بعيدا عن الساحة الدبلوماسية وفي ساحة التواصل الاجتماعي هناك أخذ ورد دائما الإعلامية سارة خازم تقول السعوديون مستؤون من هذا التيفو البوستر التي رفعت في إحدى الملاعب الجزائرية علما أنهم يعتبرون ترامب حليفا أساسيا وستراتيجيا للمملكة في لماذا ينزعجون من هذا التشبيه تغريدة أخرى عبدالله بن حمد العذبة وهو إعلامي قطري ومشهور بتغريداته على تويتر يقول الجزائر دولة غنية ولا تأخذ مساعدات من السعودية ولا من أبوظبي ولا من غيرهما تركي الحمد من السعودية يقول لماذا كل هذا الحقد على السعودية كنت طفلا صغيرا أيام حرب التحرير الجزائرية ولكني أذكر كيف كان الدعم السعودي حكومة وشعبا لتلك الثورة فما المبرر لكل هذا الحقد حقيقة لا أدري يمكنكم سيداتي سادتي بالطبع أن تشاركون أراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى زوروا موقعنا على الإنترنت بي بي سي أرابي